اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امان فردي مش امان جمعي هي علاقة الحقيقية تكون بينك وبين رب يسوع المسيح قلوه الرب يا رب يسوع دخل على قلبي وخلي هذه الشركة والعلاقة بيني وبينها تكون شركة قوية وعلاقة قوية حيث ما تكون انت يا رب انت تكون مع الرب مساء الخير مش هدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج من انت اليوم ضيفنا مميز وهو صديق عزيز على قلبي وهلأ متعرف علي اكتر من انت ايمن خوري انا من رشدبين الكورة شمال لبنان متخصص عامل دكتوراه بالعلاج الفيزيائي وهلأ صارت صاحب عيادة ايكيور كلينيكسي العيادة تبعي متخصة بالعلاج الفيزيائي والطب الصيني مجوز وعندي بنت وجرب قدمة فيه بحياته جربت طور شغله يعني بلجت كمبتدئ بعيادات عند حكمة او اخصائيين تانيين واتطورت مع الوقت كرميل اوصل لصير عندي عيادة الخاصة للي هي اكتر شي مختصة بموضوع الاوجاع طورت كمان تقنية خاصة فيه تنقدر قد ما منقدر نساعد الناس تخلص من اوجاعه وبظل جرب كل الوقت تابع شو فيه دراسات شو فيه قصص جديدة تنقدر نساعد الناس اكتر واكتر قاعدة شوية عن الشغل وبالنسبة للعائلة متل ما قلت عندي عندي بنت الله خليلك ايها يا رب خليلك زوجتك عمرها ثلاث سنين هلأ ان شاء الله بدأت بلش المدرسة وهيك من خبرك وبنجرب يعني قد ما فينا نحنا ايمانيا نجرب نحكي دينيا نجرب نمارس نروح على الاداس على الهي موضوع دكتور هل عشت طفولتك اكيد نحنا انا بعتبر ان نحنا من الجيل يلي قدر بعد لحق يعيش طفولته يعني نحنا من الجيل يلي بالمدارس كان بعض الولاد اذا بدك قريبة اكتر من بعض يعني مننا جيل نحنا الايباد والايفون والقصص التكنولوجية الجديدة قدرنا نعيش الطفولة وقدرنا نلعب برا وبالحقلة وقدام الباب وبكل الالعاب القديمة وهيدي بعتبرها احلى شيء بالطفولة وهلأ بجرب يعني ولو بالالفان وعشرين نجرب خلي بنت تعيشهم يعني نجرب شوي انه نخليها على السيستام القديم اكيد التكنولوجيا بده ما في مجال يعني بده تكون بحياتها بس يكون فيه شوية هيك كم واحد ينتبه بالبيت؟ نحنا اربع ثلاث شباب وبنت اربع ولاد والوالد والوالدة عايشين بعضوه عايشين ربي باركوا تحيي لقلهم فردا فردا طيب دكتور طيب انت سعدت حالك بحالك لوصلت لهذه المرحلة وصار عندك عيدي اما كان اهل عم سعدوك اما انت يعني ضغطت حالك هلأ وجود الاهل كتير ضروري كان يعني حتى انا باول سنة بلشتغيل تقريبا اشتغلت من دون مقابل بقى هوني كان دور كل الوقت دور الاهل حتى بالجامعة قبل بس هوني كان دور الاهل كمان اساسي انه انا بدل ما كنا مستقل كان بعضنا عم بتعلم يعني كانت هالسنة كأنه بعضنا عم تتابع الدراسة وهني كانوا عم بيساعدوني وشوي شوي بلشت اتطور وأكيد ما بيكون المدخول كافي هوني كل الاتكال كان على الاهل وانا بقول الحمد الله انه اهلي يعني كانوا كل الوقت حدي وهيك يعني بشوي شوي صرنا نتطور وصلنا لهم وان العيادة تابعك انا عندي فرعين نحن عنا بالجميزة ببيروت وبرشدبين بالكورة بالضيعة فوق طب ليه اخترت الطب السيني والفيزيك الفيزيئي؟ علاج الفيزيئي نعم لأنا عطول يعني كان عندي بحب الدومان للطب جربت يعني نقشي ما كان بدي روح على الماديسين بعرف بده وقت طويل بوقتك اننا بعدنا بعمر صغير نقول بدنا نخلص بسرعة لنشتغل بقى رحت على العلاج الفيزيئي حدا من الأصدقاء نصحني وطلعت عليه أكتر ورحت بهالاتجاه. هلأ مع الوقت صرت لقى انه شوية العلاج الفيزيائي اذا بدك تلتزم فيه بيكون النتائج محدودة لازم تضلك تطور حالك. هون توجهت على الطب الصيني وصرت شوية شوية حتى مش بس بالطب الصيني بغير تقنيات ستجرب استعملها ودخل تقنيات على التقنية الاساسية كعلاج فيزيائي وطب الصيني لنجرب ناخد نتائج اكتر واكتر. هلأ اذا في شخص مشنج انت بتقدر. اكيد. هلأ قصة الهلأ بالاخص بالأوضاع اللي نحن فيها. ما انا بدي اقوص اللي هون. هلأ عم يجي لعندك كتير حالة مشنجين ومعصبين. هلأ زيادة عم بيجي ناس يعني من وراء الاستراس يعني تعرف وضع كان قبل الاكتصاد نحن بلبنان ووضع الكورونا. بس انه في ناس زيادة يعني عم بيكون عندها استراس وتشنجات وهذا الشي يعني له دور اساسي بالأوجاع. هيدا اكيد اكيد شي من عالجه ويعني هيدا اذا بدك من اهيان الامور اللي نحن منقدر نعالجها عنها. كتير قصص انه متطورة اكتر. منقدر نعالجها ان كان ديسك ميجران. كل القصص المستعصية يعني. بس انه هلأ ايه بهالفترة زيادة عم بيجينا قصص استراس وتشنجات من وراء الاوضاع يعني. تكتور بدي اسألك دخلك هاي الطب الصيني القبر او ما قبر ستحطوه للواحد او شو بيعلم لخيه او. او دي متل يعني هو هيدا الطب على فكرة. بنفس يعني الواحد او. لا لا صار له الفان سنه هيدا ملنوه طب جديده. يعني هو اسمه بالاساس الطب الصيني التقليدي يعني لانه هو تقليد عنده الفان سنه صار له. هو الاساس ان احنا هالقبرة يوقت ام نحطها جوه هي جسم غريب. هالجسم الغريب بس يصير جواه جسمنا جسمنا بدي يتفاعل عليه. حسب نحنا المنطقة اللي عم نحطه فيها. الجسم بيتفاعل على هيدا الابرة. وشو الغاية مانا يرخي العضل. نحفز عضو من العضاء الكباد الرواية القلب. بيتفاعل هيدا الجسم بيتفاعل مع هيدا الجسم الغريب اللي موجود جوه. بيسرع الدورة الدموية بيشغل جهاز المناعة جهاز الترميم. بس انه هيدا هو الاساس انه جسم غريب جوه جسمنا. يعني احنا اذا بدك مثل عم نغش الجسم. عم نقل له فيه عندك هون جسم غريب بتاعه حاربه. وهو يجي حاربه. بقى هو هون الجسم بيتفاعل على هيدا الاساس وبيبلش يصلح حاله ويرمم حاله. لانه الجسم جسمنا عنده قدرة الترميم كبيرة. يعني بيصير واحد عنده كسر بالعظمة جرح بالجلدة. جسمنا عنده قدرة يصلح. بس بدك تعرف توجهه. يعني الجسم يستهلك. مثلا الاسترس كنا عم نحكي عن الاسترس. استرس بيستهلك جهاز الترميم. بيخليه يصير ليزي هاك خمول. بقى احنا ان كان بالقبر او بالتقنيات التانية هدفنا نرجع نوعيه. يعني نوعي هالجهاز الترميم يرجع هو يعمل شغله. يعني جسمنا اذا بدك مكون بفضل بفضل الله يعني اكيد. مكون كتير كتير اوه. بس بدك تعرف تحفظه وقته لازم وين لازم. هيدا هو الاساس. طيب بيصلك سؤال. طيب بوقت تعملوا الفيزيك والمساج. طيب ايديك ما بيجعوك اما صارت عادي. وشو اللزة انه بتحط اصبعك على الجرح مثلا بيقولوك. هلا نحنا هيدا 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 اللي كتا عم بيقولك انه نحنا اساس طورنا هيدا انه انا طورتها التقنية كرميل نحط الاصبع ضغري على الجرح. يعني كانت التقنية القديمة نعمل مساج لكل الجسم. هلا لا صارنا من روح على الا تريجير بوينت او النقطة يلي اكتر شي مشان نجي بهيدا العضم. منروح منشتغله. هلا بالنسبة للتعب مع العادة مع الوقت. خلص ما بقى نحس بالتعب وفيه تكنيك. يعني واحد يعرف يريح ايديه. نشتغل كمان بالكوية مثلا نستعمل الكوية لنقدر نحط ضغط اكتر على النقاط. ونحنا منعتبر ان الصبيع كأنه عم تعمل سكانر للجسم. يعني من اللمس طبعنا منقدر نشوف وين النقاط المشنجة. ونشتغل عليها. وهذا يعني هذا الخبرة انه واحد يعرف يطور حاسة اللمس بايدا ويطور قدرة التحمل طبعه. ليسر يقدر يشتغل وقت اطول. يعني نحنا عنا انه حمد الله بس نشتغل 6 ايام 12 ساعة بالنهار. يعني التعب ما فيه مشكلة بالتعب ابدا. لك يعطيك الف عافل. كان كل مشاهدينك. كل واحد مشنج وتعبين. يروح لي عنده. ادرك تليفونك. 0-3-380-508 او 76-380-508. خاص بالبعد قد يعمل لك الزيارة. اهلا اهلا و سهلا. طيب اذا رجعتك لورا. نعم. عشرين سنة. عشرين سنة. بك انت تفضل تكون انت هالطبيب بهايدي الاختصاص او لا بتقولي يا لات تعملتي اختصاص غير. بكل صراحة. يعني هايدي نقطة مهمة كثير انه انت عم تطرح ليها. انا عطول يعني عطول بحكي انا و عم بحكي مع الاصدقاء او مع المرضى يلي صاروا اصحاب معي بهذا الموضوع. انه انا من وقت ما اذا بدك عشرين سنة الهلا ما كنت غيرت شي ابدا بحياتي. لانه بعتبر انه الحمد الله بنعمة الله كانت خياراتي متل ما انا بدي. يعني وصلتني لمحل ما انا بدي وبعدنا حتى من هون للمستقبل للعشرين سنة الجايين. بعدنا انه بتتكل على الله وبقول انه عارفي اللي رح يصير هو الاحسن لالي. معقولي بهذا الطب يصير شي تطور اكتر اما لا فصلنا لهان وبس. نحنا كل كل اسبوع وكل يوم وكل شهر وكل سنة في شي جديد. يعني وقتا منوصل لمترح نوقف ما بنعود ناخد نتيجة. الحياة عم تتطور. نحنا لازم عم تتطور يعني بمعنى الانسان كان يعمل حركة اكتر. صار عنده قعود اكتر. نحنا لو بدنا نشتغل على اساس الانسان بيتحرك بيكون العلاج شي. لازم نشتغل على اساس الانسان الجديد يلي هو اغلبية حياة قعود. العلاج بدي يكون شي تاني. لهك لازم العلاج يضل عم يتطور مع تطور الحياة. وعطول التطور بالعلاج بيساعدنا بالوقت. يعني بيساعدنا انه نكسب نتيجة مع الاشخاص الموجوعين بطريقة اسرع بوقت اسرع بكثير. واكيد اكيد انه هيضل فيه تطور. اذا ما فيه نحنا بدنا نطوره كل واحد يطور هو حاله. بس اكيد اكيد انه كل الوقت عم يضل فيه قصص. شو بتنصح المشاهدين يحتى معاش يتشنجوا ويعصبوا ويتضيقوا. يعني انا عافلين احنا بها البلد يعني ما في. شو بتنصحنا هيك نصيحة صغيرة قبل ما فوت بغير اسئل. نصيحة صغيرة وسريعة يكببوا التليفزيون. ما عاش يسمعوا اخبار قد ما فيهن. هذا يعني بس سيك عطى سابين المزحة يعني. يشيلوا التليفزيون لانه هالاخبار يعني الانسان دماغه بس يصير مليان بقصص سلبية. اجبار هالشي بده ينعكس ستراس. بده ينعكس على جسمه وعلى عضلاته وعلى كل شي يعني على معدته وعلى كل اعضاء الجسم. بالاساس انه يجربوا يبعدوا عن الاصص السلبية من بيناتها انه يسمعوا الاخبار الممنحة. بس بنفس الوقت يجربوا يعملوا رياضة اكتر يعملوا حركة. الحركة والرياضة والانسان بس يعرق سرع الدورة دماؤي بيخفف من الاستراس. وكلنا منعرف اذا بيروح الانسان بيمشي بره بالطبيعة. اديها الشي مفيد لصحته اعصابه. يعني لما يكون عنده ستراس. ويكتروا من شرب الماء. وياخدوا متميمات غذائية. الانسان بحاجة كمان ياخد متميمات غذائية. يعني هذه النصائح هيك شوي باختصار. اوكي. هلا برجع بعدين لهذا الموضوع. من انت من الاصدقاء؟ في اصدقاء اكتر؟ هل انت عندك اصدقاء اكتر؟ او اصحاب؟ اصحاب شي واصدقاء شي. انا عندي الاصدقاء معدودين. يعني الصديق القريب بقدلك يهون على صبيعي. يعني صبيع ايد واحدة. المعارف قد ما بدك معارف. حمد الله. يعني ان كان بيشغلنا او بحياتنا قدرنا كوننا معارف. بس الاصدقاء لا انا يعني من من الناس اللي يعني بيسعوا انه يصير عندهم عدد اصدقاء كبير. انا بفضل يكون يعني بيجروب صغير ويعني موصوق منه اذا بدك او انا برتح له. اتفضل هيك يعني على انه يكون عندي انه جروب كبير من الاصدقاء يعني. اللي كتير بمقدس بقول المكسر الاصحاب يخرب نفسهم. طيب سؤالي اليك هلش مرة طعنك صديق بظهرك؟ وشو ردت فعلك؟ وهلش مرة صديق طعنك بوجهك؟ وشو ردت فعلك؟ يعني يمكن انا كل حياتي كانوا اصدقائي يعني كمان برجع بقولك يمكن مش يمكن هالأكيد بنعمة الله كانوا عم بيطلعوا الناس اللي مناح قدامي. بقى لا لا الحمد الله ولا مرة صار عندي هالحادث كصديق انه يتعني ولا بيضهري ولا بيوجه. يمكن لانه انا كانوا الحمد الله انه اصدقائي كانوا من الطين منيحة يعني. بقى ما صار معي ولا مرة هالشي. طب شو صاحب؟ اصحاب تعرف انا يعني ما بعلق على هذه القصص انه ما صار معي شي كبير من صاحب يمكن صار معي قصص صغيرة بس انا بمرق يعني انه ما بتوقف عند هذه القصص بعطي اعذار اذا بدك للناس كثير يعني بقول هالشخص عمل هيك بعذره بقول يمكن عنده اسبابه. بقول هك اذا اذا حدا عمل فيه اكيد مانا بأسرة فيه تمام بتذكرها بسهولة. لانه انا هيك بطبيعتي يعني ما بالامور يعني متساهل اذا بدك. طيب السؤالي عم نحكي عن الطب مبعرف. شو الفرق بين الطب يلي انت اختصاصي فيه والطب الاخر. هلا الطب اللي انا مختص فيه هو شوي طب طبيعي اذا بدك. نجرب قد ما فينا نبعد عن الادوية نجرب نعالج بطريقة طبيعية نجرب نعالج اساس المشكلة ما نتكل بس على العوارض. يعني احنا بكل مشكل بكل مرض بكل مشكلة بتسيب الانسان. في عنده مسبب وفي عنده نتايج. انا بالنسبة لقلي بجرب اشتغل على السبب الاساسي للمشكلة. هلا الطب التقليدي يلي موجود هلا بيتكل اكتر على الادوية. بيتكل اكتر على عمليات. يلي هنحنا بحاجة لقالهم كان ادوية او عمليات. بس انا بجرب خلي الشخص يتفادن ويوصل لهون. نجرب نعالجه بطريقة طبيعية. يعني كل واحد قلو دورو اذا بدك. بس شي بيتكل على اصص شي ميك انو كيميوية اكتر ادوية. عمليات. وانا بجرب اتكل اكتر على اصص طبيعية. وهون يعني نجرب نباعد الشخص عن الادوية. لما يكون عنده اي تأثير جانبي على حياته. اذا افترضنا انا في عندي شي محيا. وقال لي الطبيب بدك تعمل عملية. ورحت لي عندك قال. تقدر انت تقول لي لا انا بقدر ازبطها بلا عملية. بكل صراحة. ايه بكل صراحة رح قالك. انا كل الوقت بسعى انو خبر الجهاز الطبي والحكمة. انو شو التكنيك اللي انا بعملها. يعني حتى بيحكوني حكمة بيقلي مسلا مودي لك. فلين. ايكس تتعمله هالعلاج. بدنا نجرب قبل العملية. جرب وقت احكي معه اشرح له شو طبيعة العلاج. لانو الحكمة عندهم يعني ما بيعرفوا تحديدا انا شخصيا شو بعمل. لهيك بجرب اشرح لهم. لانو انا حتى اذا شخص يمكن العلاج الفيزيائي التقليدي. او بالنسبة للطوب كان مطلوب منه ينعمل عملية. انا بقدر ساعده ما يعمل هالعملية. هلا بيعوقات معينة لا لازم يعمل عملية. يعني انا عطول بس حدا يحكينه بيقلي الحكيم قال لي بدي اعمل عملية. اوكي ما بجيبه يعني. تاع خلينا نشوفك نشوف الصور نفحصك. وعلى هيدا الاساس منقرر اذا نحنا منقدر نساعد ولا لا. وانا عطول بقول له اوكي خلي البلان بي العملية. مش البلان اي. يعني الخطة بي العملية. خلينا نجرب العلاج اللي انا بعمله. يعني هذا اذا انا كنت تقريبا شبه متأكد انه رح ناخد نتيجة. بس هو الشخص كمان يكون مرتاح. خلينا نجرب هالعلاج اللي هو ما فيه ولا اي ضرر. بالعكس يعني هو كله افادة. وانت بتشوف يعني مع تطور العلاج بتشوف حالك. اذا عم تتحسن يعني نحنا منقول انه حمد الله ما رح نروح على العملية. اذا لقينا انه جسمك عامل بلوك ما عم بيتجاوب. منقول اوكي لا خلينا نروح على البلان بي. بس انا عطول بفضل انه العمليات تكون بلان بي. ويكون فيه هال التشاول اذا بدك نحنا والجهاز الطبي. هو يلبسها انا كل الوقت يكون. انه اللي يكون فيه الرأيان. ويكون واحد يعرف شو طبيعة العلاج. وانا فيه عند كتير حكمة يعني بس ارجع اتواصل معهم. بينبسطوا بالنتيجة اللي اخدوا المرضى. لانه هن كمان يعني ما هدفهم يعملوا عمليات. عطول بيوجهون انه يجرب عمال ستريتشينج. ريح حالك عمال علاج فيزيئي. اذا ما خد نتيجة بنرجع لنامه العملية. لا انه الحمد لله عم بيكون فيه هيدا هال النتيجة عم بتكون يعني. ونبعد الناس شوية عن العملية. بنسبة كبيرة يعني الحمد. الله يبيركك. الله يخليك. شو هويتك؟ انا كل شي رياضة. يعني كتير بحب الرياضة. بلعب فتبول وتنس. بلعب مودي اخلق زوجتك؟ لا بتحب بالعكس. هي كمان تحب تعمل رياضة. لعا هيك هي بتوجهني كمان انه. شو بتشغل زوجتك؟ مرت كمان مثل عاملي دكتوراه بالعلاج الفيزيئي. وهي عفكرة كمان بتشتغل معي بنفس العيام. بس هي بتعمل قصص شوية استاتيك اكتر مع المادامات يعني مع النسوين تشتغل اكتر. بقصمين شوية الكلينيك بين طبة وليسا. شين هار بدي استضيفها. يعني بشرفنا نحن عطول. يعني عام شكرا بنوتناتكم فرد عيادة. نعم فرد عيادة بين الكورة وبين بيروت. قلت اللي هويتك انه رياضة. اكتر شي الرياضة يعني. يعني نحن بتعرف انا بعض الوقت طويل بالشغل. يعني اذا بدك عندي هويت كتير بحب اسباحة وصيد سمك وصيد تيور. بس الوقت ما عاد يسمح. لهيك نقات شي بعدنا بقدر انه وقت شوية خليني اكتر شي يعني هلق رياضة يعني. تانس وشوية فوتبول يعني. بنتك ده عمراء. ثلاثة سنين ان شاء الله هلق شهر جي. وعا تدرك اوه. يعني بين ما عطارف التاتا عطول هي بده تحمل الهم عن الولاد. يعني بين ام مرتا وبين ام. عقبين فوق المنت سنة يا رب والرب يبركها ويعطيها ايام حلوة. يعطيها ايام حلوة. طيب دكتور خلينا ناخده بريك. ونرجع للموضيع التانية. اوكي. بريك مشهدينا الكرام من البريك ونرجع للدكتور. ربي بيركك يا رب. الله خليك. طيب خلينا فوت بعد هالسؤال بالطب. اجل عندك واحد مريض. نعم. وبده عملية. اشتغلت علي. ومعملت له عملية. من عمل عملية. شو ردت فعله. وشو ردت فعله الطبيب والتاني. هلا مثل ما قلتلك. بالاجمال اطبه بيجربه انه. اوكي عرف له انه. بس انت اجل عندك مريض. وبده عملية وعلشته. طلع بلا عملية. شو ردت فعله هو. اول شي هو ردت فعله هو اكيد كتير مبسور. بتبلش تبين ردت فعله. تدريجيا هو عم بيتحسن. بيبلش يودى اصحابه. جيرانه. عائلته. بيبلش ويجوا لعندي. يعني. انا بهمني اكتسب ثقة الشخص. وهي هالثقة بتكتسبها. بس تعطين نتيجة. يعني. مثل ما قلت. بكون رايح على العملية. انت خلصت من العملية. بتبلش تكتسب ثقته. على اساس هذه الثقة. هو يعني. مبسوط يعني. ما فيك تتخيل قديش. ما حدا بيتمنى انه يعمل عملية. صحيح. بقى بتبلش تنعكس على قصة. انه عم بيودى العائل الاصحاب. وانا على فكرة كل شغلة من وراء. ببوشة وراي يعني. صحيح. حدا بيخبر التاني انه ارتاح. هلا بالنسبة للحاكم. شو ردة فعله. كمان بيمبسط يعني. انه قدر يخلص حدا من العملية. بفتكر هاك يعني. لازم يعني. كنت يبقى لك. لا ما لازم. لا بالعكس ما هو كمان. من الطب اللي موجود هلا. يعني. يعني انا. متل ما قلتلك. انا. يعني شوي. شوي عندي عالم خاص بالطب. لانه عم بستعمل قصص. علاجات طبيعية. تعمل درسات جديدة. كل الوقت. حتى تتعلم. هلا لو ما كورونا هلا. كان لازم يكون انا بدبي. عم بياخد فورمسيون بشي جديد. هي كنت عم بعملها على كذا. لفل. عملت اول لفل مننا. وكنت عم كفة. بس. كورونا على قلتنا. بس نحن عطول ب. يعني عطول عم بسعى. انه اعمل قصص احسن. حتى انا. يعني. ما كتير بحكي بهالقصة. بس انا اكتر كمان. عم بعمل قصص. علاجات طبيعية. ناتيروباتية. يعني قصص. تتعلق اكتر بصحة. الانسان. او الجنرال. مش بس بالاوجاع. يعني عم بدرس اكتر. هيدا قصص عم بعملها اونلاين. بس تاخد وقت. يعني بده ثلاث اربع سنين بعد لقدام. بس بلشنا فيها. كمان علاجات طبيعية. الانسان شو لازم ياكل. يعني شو لازم تمان امرض. يعني اذا بدك نحن لازم نوصل. الانسان يوصل ما يمرض. انا عم بجرب قدمة فيها. بتقنيات موجودة. وبدراسات موجودة. انا ادرس اكتر. واشتغل على حال اكتر بهال موضوع. لنجرب. يعني انا عطول بفضل انه. ثلاث يقولون вотcaya خير منكنتار علاج. انا عطول مفضل انه نعمل وقاية. لذا هك عم جارب اسطغل على قصص جديدة كرمال نهي. إن كان كوجع. أو إن كان كالانسان بالاجمال صحته العام. ادابت تشوي يوميا. وقت. تقريبا 12 ساعة. ادابت ارتاح. اداب ارتاح . اداب ارتاح كثير. يعني. تعرف مؤخرا بس صار عندي ولد. صارت اتشتغل شو اقل. وأرتاح شوي أكتر. بس قبل كنت أشتغل هال 12 ساعة 6 أيام بالأسبوع يعني. هلأ صارت خمسة أيام 12 ساعة ونهار السابت ناخده نصف نهار. لنقضي شوية وقت مع العائلة يعني. وزوجتك بالشغل ذات الشيء؟ تقريبا يعني يمكن نصف صغيرة أقل بس أيها كمان هي سمولها عليها بتشتغل بيها انتها ستاة كمان كبير. بيها زوجتك؟ هن الأصل من شوف وسكان قدمة. أوكي. كيف تعرفت عليها؟ بالجامعة نحن هو منتعلم ومندرس الدكتوراه. اتعرفت عليها بالجامعة. والحمد الله يعني كان أخذت لك قلبك وعلك. قلبه فكري. بيقلك لقلوب والأفكار على بعضك. ربي بارككم. الله خليكم لبعض. ويخلي لك هالبنوت. ويعطيكم أيام. أيام حلوة. من أنت من الرب يسوع المسيح؟ سؤالي واضح من أنت من الرب يسوع المسيح؟ أنا بعتبر حالي حدا كثير مقرب من الرب يسوع. ويعني بعتبر وجوده أساسي بحياتي. حتى أنا وعم بعالج الناس. يعني عطول بطلب وجوده. يعني بحس كأنه ما يع حدا كل الوقت. إن كان بشغلي أو برات شغلي. إنه باتكل عليه كثير. يعني هذا بالإجمال. يعني مثل ما قلتلك. من عشرين سنة إلى هلأ قلتلي رجاء عشرين سنة. قلتلك ما بغير شي. أنا بحس بنعمته. وعشرين سنة لقدام نفس الشي. يعني بعتبر إنه هو رح يدر هو الراعي. وأنا ماشي ورا. وهذا هو. أنت تلك شاباب وبنت صح؟ نعم. شو بشتغله أخواتك؟ أخي بيشتغل ب... أخي بيشتغل ب... أخي الكبير أو الصغير. أنا الكبير. أختي الصغيرة بالجامعة. أخي لي أصغر مني بيشتغل بمستشفى كمانا بالراديولوجيا بالأشعة. تصوير الأشعة. أخي بيشتغل. بالملة بيترابلوس. أخي. والأخي التاني بيشتغل بليبون بوست. كمان فوق أنا بالمنطقة بالكورة. والوالد والوالدة بالبيت؟ الوالدة بالبيت. لا الوالد بعده بيشتغل. يعني إن شاء الله هلأ بيقدر يطلع التقاعد بعد سنتان ثلاثة. وبيشتغل بسوق ستان ميزوت. الله يخلي لك يهر والله يخلي هذه العيلة باسم يسوع. طول عمار. دكتور إذا قلت لك تطلع على الأمر. أخذ معك ثلاثة أشياء شو بتاخد؟ هلأ أنا أنت بس لأنك سألتني شو إذا طلعت على الأمر شو بتاخد؟ بس أنا تفضل دل هون. أنا كنت حدي للضائف بس اليوم برامطة. كنت قل له مثلا إذا أخذت كتاب أي كتاب تنقي أو أي حيوان أو كذا. بس أنا اليوم بتركت لك يعني أجل إليك ثلاثة أمور. أنا شو بتاخد؟ أنا مبسوط وراضي بالأرض أول شيء. بس في حال بدي روح على الأمر على ثلاثة أشياء مش ثلاثة أشخاص. لأنه كنت أخذت عيلة يعني أكيد. لا لا أكيد. بياخد أول شيء معي الإنجيل. يعني بالنسبة للأهم شيء. أمين. لأنه أنا كل يوم يعني بقرب الإنجيل. أمين. هذا خبرية حلو. هذا أول شيء بياخده معي. وبياخد معي التليفون لنطلع على أخبار الأرض. شو عم بيصير؟ وشو بدنا ناخد بعد؟ ناخد صورة للعائلة. طيب حلو. الإنجيل تليفون صورة للعائلة. طيب. شو أفضل أكلي عندك؟ طعام. أنا كل شيء بالطبخ. يعني أنا بأكل طبخ بالإجمال. نحنا كل الأسبوع مناكل طبخ. ما عدا مرة واحدة مناكل لحمة. لأنه صحيا عدا الشيء أحسن. إذا بدك أحسن أطيب طبخة ورق عريش. متحدة. ورق عناب عدا من الأكلات المفضلة. شو هو أحلى شيء للجسم بالأكل؟ كل شيء نباتة. يعني كل ما تروح على قصص نباتية. كل ما جسمك يقدر يتفاعل معها بطريقة أحسن. يهدمها بطريقة أحسن. ويكون تأثيرها على الجسم أقل. يعني كل شيء حيواني. إذا اتخذ بكمية صغيرة. ما في مشكلة. هو مهم ما يكون في زيادة. يعني ما واحد يأخذ قصص الزيادة. كل يوم وكميات كبيرة. بس كل شيء نباتة هو الأحسن يعني بالإجمال. من أنت من الأقارب؟ عندك قريب؟ يحبوني كثير. في قريب يقولوا مثلا. أقارب وعقارب. لا في ناسة يقول لك الأقارب أحباء. أنا بالنسبة لي أحباء. يعني نحنا عشنا تقريبا شيء 17 سنة. قبل ما ننور على الكورة كنا بمنطقة جبال. بقى عشنا مع الأقارب. وحمد الله كنا منحنا نحنا وياهم كثير. وهلأ نفس الشيء. يعني أنا إنسان بالعادة مسالم. لهيك ما عندي مشكلة. يعني حتى معلق رايب. ما عندي مشكلة. يمكن إذا حدا. يعني يمكن عندها الشغلة منحة. إذا حدا حسوا بده يزعجني. بععد عنه. وخلص. لا بيأزيني. ولا بيجبرني أعمل ردة فعل تجاهه. ببعض. وخلص. بس بالإجمال أنا والأقارب منح أحباب وأصحاب. أنت وحميتك. أعز الأصحاب. هلأ قبل ما أجل عندك. هي وصلتني. وصلتني لهون ومشيت. لا كثير منح. حمد الله. يعني أنا إذا بدك تسالي عن أصل سلبية. بحياتي يمكن قليلتها تلاقي. بقى لا حمد الله. إن كان حميتك أو عمي. حمد الله مثل أهلي يعني. ربي بيرك هك. مخليلك يهون يا رب. من أنت من السياسة. هل تحب السياسة؟ بعيد كثير عن السياسة. يعني بقرأ شوي. يعني بجرب بعد. مثل ما كنت هلأ عم بنصح العالم. أنه بعضه عن التيفي. أنا بجرب بعد. لما يجيني هالأصص السلبية. بس أنه موجود بالآخر بالبلد. والناس عندك عم بيحكوك شو عم بيصير أصص. يعني نسمع شوية سياسة. بس أنا بعتبر أنه السياسيين يعملوا شغل مثل ما نحن بنعمل شغلنا. ما بفضل أمشي ولا ورا سياسة. هيك بحضرهم كأنه عم بحضر تيفي. شو انتباعك عن كورونا؟ كورونا يعني بتعرف في كتير وجهات نظر هلأ يعني عن كورونا. أثرت يعني أنه الناس خافت يعني من. بدون أن يكون في تباعد يعني. بأول فترة أوكي ونحن كمان سكرنا. تالعالم تكون مرتاحة ونحن كمان. بس هلأ لا يعني العالم بالإجمال عم تكون مرتاحة. ونحن لأنه بيعرفوا مناخد تدابير اللازمة. يعني أنا بأكد أنه مين ما بيجي لعندي بيكون كتير سيف. لأنه كل شي تدابير ممكن نخدها. نخدها نحن بالشغل. بس بالنسبة كورونا للعالم في كتير أراء متضاربة. أي نوع من الأغاني بتحب العربية أو الأجنبية؟ عربية كلاسيكية. مثل؟ يعني بسمع فيروز مثلا الصبح كل يوم. مش كل يوم يعني بس أنه تقريبا بحب اسمع فيروز الصبح. هيك شوي يعني قد ما بيسر للوقت ربع ساعة تلت ساعة. والقصص يلي هلأ الأغاني اللي عم تطلع هلأ. يعني بجرب أنه وقت تطلع غنية شعبية حلوة يعني. نسمعها أكيد هيك على فترة أصيرة. بس بالإجمال هيك بس يكون في شوي طرب أكتر. أحلى يعني أنه بحب هلنوع من المصور. مين أحلى مطرب عندك؟ ما بيهمك هلأ أمور؟ مثل ما قالت لك بحب فيروز، ماجدة، جوليا. هاو كتير بحبهن قازم. هاو 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 دي. هيك المطربين الوديع الصافة. وهلأ بالبلش داد فيه في ناس بيطلعوا أغانيهم حلوة أكيد يعني. وأصواتهم حلوة. نسمعنا. أيها الشاعة بتقوم؟ ستة ونصف سبعة ستة. ما من من الناس اللي بيناموا كتير يعني. حتى إذا كنت شوي مأخر السهرة كمان بوعبك كير. وبنتي ما بتساعدنا بهالشي على فكرة يعني كمان بتحط طوع ونوع بكير. ايه ايه ايه. بس لا أنا بالإجمال من من المس. حتيني وقت طوع وشو بتعمله؟ يعني منوعة بنقعد سوا بالإجمال يعني أنا ومرتي وبنتي. بنحط شوي فيروز أو وقت تحضر هي بنتي شوي قصص رسوم متحرك على التيفي. وبنقعد نشرب فنجان قهوة الصباح. وبنرجع نبلش نلبوس وكذا نتحرك على شغلنا. بس كل يوم تقريبا عنا شوي قاعدة نجرب نخصص وقت نقعد سوا. يعني قصة الوعي بكير هي بس لعنه شغلنا كمان بكير. نكسب شوية وقت سوا يعني قبل على الغدا وعشية. يعني نجرب نكسب شوية وقت مع العائلة. ماذا عندكم فترة هيك صغيرة صباحية. قرأة بنصحك تقرؤ منو عدد من كتاب المؤدسة تنطركوا على عاملكم. نحنا بنعمل هاي الشي عشية؟ لا عمله الصباح حلو. فكرة كتير منيحة. عدد عدد واحد عدد. فكرة ممتازة اكيد اكيد. نحنا بنعمل بنقرأ الانجيل او منصلي سوا حتى مع بنتي يلي. بعدها بس تعرف تصلي بيدها على وجهة نعمل هالشي عشية. بس معك حق يعني هيك واحد بيكون هارو. بس يكون الرب يبركون يا رب يكون بركة السماوية يا رب. طيب. إذا تلك علم الريخ. هلأ ارجع. أنا هلأ بتقسلك السؤال رحت لك علم الريخ. هلأ العرض مش هبنخلص معها يلا. وبتاخد حيالة شي معك شو بتاخد شو؟ غير القصص اللي اخدناهم قبل. بيخد قصص خاصة بالزراعة. لانه هلأ يعني انا صلي تقريبا اربع خمس سنين. نتوجه على الزراع. يمكن الناس هلأ بلشيت انا صلي شوات وقت. بلك بيخد معي قصص خاصة بالزراعة. تقدر عيش فوق يعني. بتحب الطبيعة؟ ايه كتير. يعني مثل ما قلتلك انا صلي تقريبا خمس سنين. نزرع نحنا وميكل من من الارض طبعنا يعني. حلو. يعني هلأ الناس بلشيت. اخرين. نحنا طورناها هلأ اكتر. بس ايه بالاجمال بحب الزراعة وبحب الارض كتير يعني. ع طول عنا مشكلة الوقت. بس منسعى انه نعد وقت طويل يعني. حتى بنت هلأ يعني. بخدها اكتر على الطبيعة او على الارض لعنا. لتشتغل بتقطفهية من الخضرة الموجودة. بس بالاجمال حتى نحنا كل كل اكلنا من من الارض يعني. لهاك الطبيعة اكيد. من انت من التكنولوجيا. التكنولوجيا. انا بالنسبة لي التكنولوجيا لعازتها. يعني بجري بس. ما هو فينا معيش بلا التكنولوجيا. بتتعسل على شغلك. بتساعدني بشغلك. بتساعدني. هينت على العالم هينت اتواصل انا والناس. يعني انا. افترض انا عم بشتغل. انت بدك تحكين. هلأ. فيه واتس اوب. ويبعطولي الصور. ورقبور صورة. وكل هؤدي القصاص. منقدر نعطي. يعني. فكرة اولية. ونقول له للشخص تعالى عنه. او ما تجي. او اذا انا مشغور. ما نقدر رد برجع برد بوقت تاني. انا بعتقد انه. التكنولوجيا لها وجان. يعني. بوزيتيف ونيجتيف. نجرب قد ما فينا ناخد مننا الوجه الايجابي. يعني. الجهة الايجابية. بس انه ضرورية صارت بحياتنا وعم تتطور. يعني. انه صلنا معتمدين عليها كل الوقت. ما بعرف قديشنا هم تضل قادرين. نضل بعاض عنا شوائي يعني. بس. همجرب نستخدمها لا افادتها. اي شخص عزيز على قلبك. وبتحبه كتير اكتر من كل واحد. شخص واحد. واذا ما بدك تقول فيك. تقلني باليها. شخص عزيز على قلبك كتير كتير. وبتحبه كتير كتير. بتفتله على الكل. غير مرتك أصدق. لا لا. مرتك بنتك باية كمت. مرتك. يعني انا بعتبرها. هبينه بينك الا. هدا باية. لا هدا. هبينه بينك. ونحنا وانا. وعطي جيد. هلا تحت لهوا شيء اقولك وفوق لهوا شيء. لا لا. تعرف انا يعني بقول انه. بعتبر انه نعمة. مرتك بحياتك. مرتك بحياتك. لانه. يعني بعتبر انه هي. كملتني. قدمنا نكمل بعضنا. عنا وياها على نفس الموجة عطول. ما هيك بكل بساطة. يعني بشوف حالة فيها اذا بدك. وغير انه. يعني. عم بحكيك. ما خص نشغل. او نشتغل سوا. او نحنا بنفس الدمان. ما خص ابدا. بس. انسانيا. غير. غير. الحب قصد. انه بعتبر. بقيتلك. يعني. انا وياها. نفس الشيء. تاني. بنت. وبيرجع العائلة. بعتبرهم مجموعين. الثالث. بقلك العائلة. كلها سوا. يعني هاو دي. ثلاث اشخاص. اذا بدك نعتبر. مرته وبنته. والعائلة. طيب. سألتلك مين بتحب اكتر. بايهك او امك. كل واحد بحبه. واحد. بحب واحد. ما في. ما كل واحد بحبه. بطريقة. مثل انت عم تقلي. مين بتحب. هلا. الا ما فيه. بتحب واحد زيادة عن التاني. انا بالنسبة لقالي. لا. يعني. انا. يعني. قلبي مقصوم تنام. بس. يعني. الام عندها مطرح خاص. والباية عنده مطرح. يعني. هلا بيقولوا. يمكن الصبي. بحن على امه احتر. محد رح يزعل منك. بالحلقة. لا لا. بالعكس. مش قصة زعل. بس هيدا الحقيقة. يعني. مثل ما قلتلك. يمكن بيقولوا. الصبي. بحن على امه. والبنت على باية. بس. كمحبة. انا بيقول لك. يعني. مان بالتساعد. شو فيه مميز ببيك. شو فيه مميز بامك. شو فيه مميز بامك. يعني. عنا دعم. كل الوقت. حدنا. شو مره. شو مره بيك. هايك. مد يدو عليك. وانزعجت. انت وصغير. ما شو عبر. انا وصغير. يمكن اي. انا وصغير. انا وصغير. انا وصغير. لا. مش لها الدرجة. يعني. تعرف انه. خبطة صغيرة من هون. اي دي بتصير يعني. عادية. كمنا نعملها. نحنا وصغار. بيكون. انا وصغير. شيطانت كثير. انت وصغير. يمكن اقل واحد من اخواتي. يعني. تشيطانت. بس يمكن اقل من. من اخواتي. طيب. انت الكبير. صح. نعم. بتحس ان الكبير عليك. مسئولية تجاه اخواته اكتر. وبتحس كل انظار علي. واذا بديو حدا يمد ايده علي الباي. بتلاقي كل شيء على الكبير. كبير. لا. فيه علي مسئولية. اكيد. بس انه اصدك الباي. انه يكون مع الكبير اكتر. يعني. كائب تلاقي الكبير. بعيش حياة اساوي اكتر من الاخرين. انا بيباتنا. انا ما احسات هك. ما كان عند هالحساس. علي مسئولية ايه. بس انه تجاه باية. لا. بالعكس. يعني باية اذا بدك. بيطلب مني احمل مسئولية كمان. بس مش اكتر من هك يعني. انه كقصة مسئولية ايه اكيد. انا بحمل مسئولية. انا بحس. بانه لازم احمل مسئولية ايه اخوات او حتى اهله. بس. بعلاقتي مع بي لو ما كان عندها المشكلة. اذا كانت وزير صحة. شو بتقول. شو بتعمل. اه. وزير صحة. يعني نحنا اهم شيء. بلش ان يكون في استشفاء منيحة عنا بلبنان. انه الناس اللي بده تعوز مستشفيات. تكون مستشفيات منيحة. وعم بيشتغلوا بفتكر على هذا. شوية بتاخد وقت. وانا يعني اميز حالي شوية باللي انا بعمله. اذا كانت انا وزير للصحة ببلش. اشتغل على صعيد لاحق الاكل. مثل ما لقوا قصص فاسد انبارح. لازم اكتر نروح بهالاتجاه. طيب ما نخلي العالم تمرض من الاساس. ولا يعوز الفوت على الاساس. طيب ما زيل فتحت هالسيري. طيب هاو دي هاو دي الاشيه اللي فاسد صره من 2016. طيب هالحاله من اللي اكلته. طيب ما حدا صره شيء اما بعدان بتبين. هلا ما في شيء ناخده. الا ما بده يؤثر لبعدان. هلا نحنا بنعتبر بعدان نعتبرها قصص طبيعية عم تصير مع العمر. انه الانسان لانه كبر. بس هذا شوف صار عنده تراكم. بخلال حياته كله سوا يعني. حياثره اكيد. بس بوقتهم اكيد اثره. يعني في ناس يمكن تعمل بس ديارة. او بيعملوا وجع بطن. في كتير ناس بسمعهم بيتسمموا. بيأكلوا بالمطاعم. او بصير عندهم اوجاع. بصير معهم كتير قصص. يعني فيه مش ضروري يمكن. الكل يكون صار معهم. فيه قصص يعني بس تقطع على النار. او تنطبخ. ما بتعود هالقد عم بضرارة كبير. بوقتها. بتصير ضرارة على الجسم بعدان يعني. بس بوقتها انا اكيد انه فيه ناس نقزيت يعني. انه. قصص المطاعم. او القصص الناس اللي بتاكل يعني من برا. نحنا يعني بس ناكل من برا. والناس يصير عندها ضرر. مكتر. انت بتاكل بالمطاعم. باكل بس بنقى شو باكل يعني. بجرب مسلا عنه الجيج ما انا اكل الجيج اصلا يعني. بجرب نقى قصص يعني صحية اكلها. لانه. مثل اذا كنت بمطاعم مثل. يعني بجرب روح قصص على سمك. بس سمك مش متلج. يعني يكون بموسمه. اذا كنا عم ناكل بمطاعم سمك. او اذا عم ناكل لحمة بجرب نقى. انا ما بروح باكل وين مكان. نقى محلات. يعني بوسق اصحابه بيكونوا. عندك معرف انت ويهم. باعرف انه شو عم بيجيبه. وبرح باكل عندهم. وبرح كثير عالقصص سلاد وحمص. وقصص يعني. قد ما واحد بده يغش فيها. او قد ما بده تكون منة صحية. بتضل انه لانه عم تكله برا. بتضل احسن للقصص التانية. يعني متل ما قالتلك عطول القصص النباتية. بتضل احسن يعني. دكتور اي منخوري. في بوجه كاميرا. بتتطلع فيي. بكتطلع بالكاميرا. لحاطيك انا كاتد اي. وصل الرسالة لي ما بدك. لأهلك. لعائلتك. للمشاهدين. للشعب اللي بدك. وصل الرسالة بس بالكاميرا. هلا انا بآخر هالحديث اللي بدي اقوله. اهم شي بالنسبة للناس. مع الكورونا وكل اللي عم بيصير. تضل الناس قريبة من بعضها. طب يعد اجتماعي اوكي. بس العيال تضل قريبة من بعضها. هذا الشي ما بيعني انه الناس. تبعد عن بعضها. وحتى لو على التليفونات. انه انا برأي. شو بقوله. بعيد عن القلب. بعيد عن العين. بعيد عن القلب. بقى لازم نضلي قريبين من بعضنا. اكيد احتياطات. مش هدا اللي عم نحكي عنه. ياخدوا العالم احتياطاتهم. بس لازم يضل في هيدا المحبة. وفكرة العيلة الضل موجودة. بالنسبة لأهلي. بدك اشكركم على كل شي. عملتوا ليه بحياتي. و الله يخلي لي مرتي. وبنتي. والعائلة كلها. ويحفظ لبنان. ويبعد عنه كل شهر ممكن يجي. وهيدا هو كل شي بحبوله. تحييي لأمك. ولبيك. ولأخوتك. وتحييي لزوجتك. وتحييي للبنوت الصغيري. ربي باركك. وبارك هيد العيلة بكل بركة. يسموه باسم يسوع. شكرا. مشاهدينا الكرام خلصة حلقتنا. نراكم اسبوع القادم بنعمة الرب. بحلقة جديدة من برنامج من أنت. على قناة نور الشر. الرب يسوع مسيح يكون معكم. وإلى اللقاء. شكرا. شكرا. شكرا.